قصف مباغت قبل حلول ساعات فجر الجمعات عرض له ريف ديرزور شرقية سوريا من قبل قوات الحكومة السورية وما يسمى الدفاع الوطني محدثاً مجزرةً بحق مدنيين عزل، أغلبهم نساء وأطفال وشيوخ أحد عشر مدنياً كانوا نياماً بسلام قضوا إثر القصف الصاروخي والمدفعي الذي سهدف جهاراً منازل المدنيين ببلدة اللتحلة، إحدى بلدات الريف الشرقي لديرزور التي ارتكبت فيها المجزرة ناهيك عن الأضرار المادية والمصابين الجرحى سيف طفل في الخامسة من العمر سيقظ على خبر فقدان أفراد أسرته إثر القصف يروي حزنه متناسياً إصابة يده بشضايا من عائلة ياسين علي العبيدة، النجا طفل واحد هو سيف هكذا يقول لنا الجد الذي يرثي أطلال منزلي أسرة ابنه وصفاً الحدث بالفاجعة التي لا يمكن أن تنسى سقطت علينا قذيفة الساعة الثانية ليلاً من النظام رأح سبعة أشخاص وعائلتهم كاملة سبب القصف العشوائي على المدنية وعلى المنزل من قبل النظام والميليشيات الإيرانية نجا طفل من العائلة عمره خمسة سنوات أعيان ووجهاء بلدة حلاء بريف دير الزور استنكروا هاجمات الحكومة السورية والفصائل المسلحة التابعة لها وأبدوا استعدادهم للدفاع عن أنفسهم إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ورغم التنديد والاستنكار الشعبي جددت قوات الحكومة السورية والمجموعات المسلحة التابعة لها بعد ساعات قليلة فقط من ارتكاب المجزرة قصفها المدفعي والصاروخي على ريف دير الزور ما تسبب بإضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين